وصلنا نداء إنساني من والد الطفل أيوب السيد أبو الحجاج أيوب عمره ثلاث سنوات من قرية حمر دوم محافظة قنى مركز نجا حمادي أيوب أصيب بطلق ناري وحدثت له مضاعفات صحية خطيرة يمكن إحنا مغطين الجزء بتاع الأمعاء اللي طلعه ولكن هذا طفل صغير لم يكن له زم أصيب برصاصة في منطقة حمر دوم ووالده يعني تعذب كثيرا وذهب به إلى المستشفيات كثيرا ولذلك أنا أتوجه إلى إنسانية القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكيو وزير الدفاع والإنتاج الحربي اللي تبنى قبل كده حالة طفل وعالجه في مستشفيات القوات المسلحة سواء كان في الحلمية أو كان في مركز العجوزة بتاع العلاج الطبيعي أنا أتوجه بالفعل إلى السيد القائد العام بنداء إنساني من والده ومن أسرته بأن يعالج هذا الطفل في مستشفيات القوات المسلحة وأن ننقص حياة طفل فعلا لو شفت الصورة بتاعته يمكن أنا ما قدرتش تشوفها وما قدرتش عرضها عليكم ولكن هو طفل يحتاج إلى تدخل من القائد العام لأن مستشفات القوات المسلحة ربما بتميزها وكفاءتها مقادرة على علاج مستاذ الظاهر كمان بتوجه إلى السيد رئيس الوزراء وصلنا نداء عاجل من والدة الطفل كريم محمود مصطفى مريض سرطان من نوع نادر بالنخاع ويحتاج إلى علاج غير متوفر سوء في الولايات المتحدة الأمريكية كمان عندنا أهالي كفر الصلاحات بمركز بني عبيد محافظة دهلية بيعانوا من تعرض سوق كفر الصلاحات للغرق بسبب مياه الصرف الصحي أتمنى بالفعل التدخل في هذا الأمر أهالينا في قرية المناصرة ونجا عمران في الغرب بهجورة بنجا حمادي بيعانوا من تآكل محولات الكهرباء غير صالحة وأنا متأكد أن المهندس سامي بوارداب ومجرد ما حعرف بهذه المشكلة بالتأكيد حيتحرك سريعا كما تحرك في مناطق كثيرة ترجمة نانسي قنقر